اشتركوا في القناة حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسموكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبركات على نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار وما تم الإعلان عنه من مشاريع استثمارية كبرى ومن بينها مشروع نيوم وجهة المستقبل والذي يعد نموذجا عالميا رائدا محفزا للاستثمار والنمو إنما نراه اليوم يتحقق من نجاحات لشقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية بخطوات ثابتة لتكون في طليعة دول العالم برؤية طموحة هو أمر يبعث على الفخر والاعتزاز والسرور لنا جميعا فما يتحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة من نجاح هو نجاح لنا في مملكة البحرين ومصدر استقرار وتنمية للمنطقة والعالم كما أود أن أعرب عن اعتزازنا بما يربط بلدين الشقيقين من علاقات متميزة تشهد على الدوام المزيد من التطور والنماء في ظل ما تلقاه من رعاية واهتمام من ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حافظهما الله ورعاهما داعيا المولى العلي القدير أن يوفقكم في تحقيق كل ما هو خير ونماء للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ودمتم سموكم سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء